أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيدوا من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمعوا أن ندخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله ما قالوا جنات تجري من تحت الهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك صحاب الرحيم ياجوا الذين آمنوا لا تحرموا طجبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقلوا مما رزقكم الله حلالا طجبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين مؤمنون لا يواخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته يتعاموا عشرة مساكين من أوسط ما تتعيمون أهليكم وكسبتهم تحريروا أو تحريروا وقابة فمن لم يجد فصيام سلاسة أيام ذلك كفارتوا أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يواجنوا الله لكم آياته لعلكم تشكرون ياجوا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغداء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون واتيع الله واتيع الرسول واحدروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وأعمل الصالحات جناح فيما تعموا إذا متقوا إذا متقوا آمنوا وأعمل الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ياجوا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ياجوا الذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذبا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارد تعام مساكين أو عدل ذلك سياما ليذوق وبال أمره عف الله أما سلف ومن عدف ينتقيم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم سيد البحر وتعامه متاع لكم وللسجارة وحر ما عليكم سيد البر ما دمتم حرم واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والحدية والقلائدة ذلك اللي تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله الشديد العقاب وأن الله غفور ورحيم ما علي الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستبل الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا جل الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوموا وإن تسألوا عنها حين جعنزلوا القرآن وتبدأ لكم عف الله عنها والله غفور وحليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حان ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذبة وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان أباهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون يا جل الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم دميع فينبيكم بما كنتم تعملون يا جل الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين لبصيت إثنان إذا واعدل منكم أو آخران من غيركم أنتم دربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيرقوا استمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين فنعسر على أنهم استحق إثن فآخران يقومان مقامه ومن الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهد القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول يجمع الله الرسول فيقول ماذا وتبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذا قال الله يا عيسى بن مرجم ذكر النعمتي عليك وعلى والدتك إذا أجدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجلة وإذ تخلق من التين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طيلا بإذن وتبرج الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموت بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبجنات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا صحر مبين وإذا أحيت إلى الأحبارجين أنا آمنوا بي وبرسلي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الأحبارجون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتتمين قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيتا منك وارزق وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس تأخذوني وأمي يا إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علم الغيوب ما قلت له من الله ما منتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنتوا عليهم شهيدا ما دمتوا فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقبة عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الهار وخالدين فيها أبدا رضي الله عنه وردوا عنه ذلك الفوز العزيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقهم من تين ثم قدى أجل وأجل مصمن عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها موعدين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزون ألم يروكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فألكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنسل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقود الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجل وللبسنا عليه ما يلبسون ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهما كانوا به يستهزون قل سيروا في الأرض ثم منظروا كيف كان عاقبة المقذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولوه ما سكن في الليل والنهر وهو السميع العليم قل غير الله يتخذوا للجنفاتير السماوات والأرض وهو يتعم ولا يتعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي أعذاب يوم عزيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل قل الله شهد بيني وبينكم وأوحي إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إليه واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويومنا حشرهم جميعا ثم نقولوا للذين أشركوا وإن شركاؤكم الذين كنتم تصعبون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ذا الله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمعوا إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم بقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفرون هذا إلا ساتير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن نهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترأيذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لا عادوا لما نهو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحنهم مبعوثين ولو ترأيذ وقفوا على ربهم وقالوا ليس هذا بالحق قالوا ولا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بقتتن قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على سهورهم ألا ساء ما يزلون وما لحياة الدنيا إلا لعب ولهب وللدار الآخرة تخيل للذين يتقون فلا تعاقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نسرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نباء المرسلين وإن كان كبر عليك إعرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية آية ولكن أكثر لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يتير بجناحيه إلا أمام أمثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يذلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم نتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إجاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما ترشكون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعْلَّهُمْ يَتَذَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُونَ وَلَكْنَ قَزَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَجَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلِيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعْتَابِ الُلْقُومِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَئِتَكُمْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَعِكُمْ وَأَبْسَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهُونَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظر كيف نصرف الآيات ثمهم يصدفون قُلْ أَرَئِتَكُمْ أَتَاكُمْ وَعِذَابُ اللَّهِ بَغْتَتَنَا وَجَهَرَتَنَا هَلْ يُهْلَقُ إِلَّا الْقُومِ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُوَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَحَ فَلَا أَخُنْفُنَ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْأَعْذَابِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ يَقُلْ هَلْ يَسْطَبِ الْأَعْمَى وَالْبَسِيرِ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْنُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِجُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِلَغَذَاتِ وَلَعَشِجِ يُريدونَ بَجْهَهُ يُريدونَ بَجْهَهُ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَضْرُدْ لَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ اللَّي يَقُولُوا وَكَذَلِكَ فَتَلْنَا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا هَا أَهَا أُولَئِمًا اللَّهُ عَلِيْهِ مِنْ بَيْنِنَا عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُونَ عَلِيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَوْحِمَّةِ وَأَنَّهُ مَنْ أَعْمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحًا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصُّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ وَنْأَعْبُدَ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُوا أَهْبَاكُمْ قَدْ دَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَجِّنَةٌ مِّرْغَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحِكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاسِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُدِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقٍ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٌ وَلَا يَابِصٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلُمْ مَا جِرَاحَةٌ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعِثُكُمْ فِيهِ لِيُقْدَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّيُكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسُلُ عَلِيْهِ مُحَفَّازَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوْفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا جُفَرِّتُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكُمْ وَهُوَ أَسْرَعِ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرْدِ وَالْبَحْرِ تَدَعُونَهُ تَدِرُّوا عَمْ وَخُفِيَةً لَيْنَ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنَهَا وَمْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُمَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبَعْثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْزُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَاعٍ وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدِ وَنْظُرْ كَيْفَ نُصِرِّ فَالْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قُومُكَ وَهُمْ الْحَقِّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِبَكِيلٌ لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَئِذَا الَّذِينَ يَخُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِذَ عَنُهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ وَغَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْوِعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعْ لَقُومِ الضَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِيبٌ وَلَهُمٌ وَغَرَّتُهُمْ لَحْيَاتُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْصَلَ نَبْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِجٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعِدْلِ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْ هَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٌ وَعِذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَدُرُّنَا وَنُرَدُّوا وَنُرَدُّوا عِلَى عَاقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهَبَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ أَحْيرَانَ لَهُ أَسَحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأَتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِلْنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لِأَبِيهِ آزِرَا تَتَّخِذُوا الصَّنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقُومُكَ فِي دَلَالٍ مُّبِينَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُّقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَا قَالَ لَأُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمْرَ وَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَقَالَ لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ فلما رأى الشمس وازقة قال هذا ربي هذا أكبر فلما عفلت قال يا قمي إني بريء بما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشرقين وحاجه قومه قال تحاجونني في الله وقد هدان ولا خاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيا واسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركت بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأجل الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وبهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوهن هدينا من قبل ومن ذريته دابود والسليمان وأجوب ويوسف وموسى وحارون وكذلك نجز المحسنين والزكرية ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوتا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم ويخوانهم واستبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لا حبط عنه ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنووة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين آهد الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه بإلا ذكر للعالمين وما قدر الله حق قدره إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونه وتخفون كثيرا وأعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذروا في خودهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه واللي تنزل أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلى الجو ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة تواسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون أعذاب الهوني ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادك ما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوّلناكم وراء الظهوركم وما نرى معكم شفاعائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء شركاء لقد تقطع بينكم وضلعينكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنبى يخرج الحج من المجت ومخرج المجت من الحج ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر وحسبان ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات ليقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات ليقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خذرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعيها قنوان دانية وجنات من أعنام والزيتون والرمان مشتبه غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا ثمر وينعه إن في ذلكم لا آيات ليقوم يؤمنون وجعلوا لله الشركاء الجن وخلقه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء أعليم ذلكم الله ربكم لا إله إلاه خالقوا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللتيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما نعليكم بحفيز وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبجنه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلاه وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيز وما أنت عليهم بوكيل ولا تصبوا الذين يدعونا من دون الله فيصبوا الله عدبا بغير علم كذلك الزجنا لكل أمة لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجع فينبيهم ما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها ولئنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئذة وأبصار كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون